بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وضعنا اليوم نتعلم مع بعض كيف نكتب رسالة بشكل صحيح في البداية هل الرسائل مهمة؟ وقول لك لما نجي نرفع الملفات من الستاج أريا للربستوري هذه هي عبارة عن سجلات هل تقول إيش عن سجلات؟ حاولك إن شاء الله بالفيديو القادم رح أشرح لك إياها بالتفصيل لكن فما حضرت اليوم بس نركز على الموضوع بسيط لما أجي أكتب الكومنت أكتب بشكل صحيح ومثلا لو أنت بدك تضيف ملف على مشروعك فرح تستخدم في البداية الكومنت كلمة أد اختصالة كلمة أد وكلها كبتا لتا هي اختصالة كلمة أد وبقول له get comment-m وبقول له أد اسم الملف لو حبيت مثلا تصلح مشكلة معينة سأعدي مشكلة في ملف معين وبقول له fix وهي اختصالة كلمة fixing فبتكتب fix واسم الملف فمثلا شو بتحكي؟ بتحكي والله أنا حليت مشكلة في الملف معين وبتكتب شو هي المشكلة فبتكمل يعني بتكتب مثلا حليت كان في المشكلة في الاتصال مع الداتا باس فحليت update اختصالة كلمة update مثلا انت تحدث ملف معين وانت تغير صورة معينة فبتحكي get comment-l update واسم الملف وبتكتب شو هو التحديث اللي انت سويته delete انت حذفت ملف معين من المشروع فبتكتب كلمة delete اختصال أول ثلاث أحرف كلها كبتا لتا بعدها اسم الملف فكتب حذفته وانا تكون أفكارنا كانت واضحة ومشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية